السلام عليكم. الساعدكم لو باتكم يا جماعة. واي عارفين غيبين عنكو ايك. اقول لكم شغلي هاد. المرض والله مشكلة. يعني احنا نصبنا كورونا نصبنا كل انواع المرض. السادة اللي طالع جديد هذا مشكلة. يعني لازم تكونوا تديروا بالكو والله انا بانصحكم. يعني عنا ثلاث ايام انا ويحيا. عشان قلت اسمه صاري جوح. ما نذكرين هوا احنا عكل حال. الحمد لله. بس حبينا نطل عليكم لانا ونحبكم. حاس خشمي احمر ولا انا احمر ولا. انت كلك زالي. الله انت زالي. نور. كيف حالكم شوف. حبينا بس عليكم الله ونطل عليكم لانه عارفين انترو بتقدروش تعيش وبدول يا. نااا. اه. اه اه. ما زالي بت حولها. يخو richness بنا فنيعرف واو هو ونحس كو حدا من، اخروض قادتنا againstنا. اعني منحس انه احنا مع بعض هيك. فهمين عباعد اخو المشكلة. رابيش كادر ما بحق المركز تبحك اتباكك صغل الشك المهم من سلبيات هذا المرض اللي بخليكوا تهلوسوا نحكينهم قصة قبل دغلينهم لا نحكين قصة قصة لا لا دغلينهم نحكين لكم قصة ليلة والدعب احكينهم ياها انا يا اخوان ليلة كان معها اربع بيضات جا اه من الحج جدتها ايوة الحج جدتها شو قالت لها رجل الرجل ما لك نمعت هي ليلة والذئب مغلل ليه ليلة تقصة قصة كنت تحكيها قبل النوم اه ياها احكين لك قصة ليلة والذئب اه عاونه طيب طيب بعد ما الحج جدت لها روحي معاك اربع بيضات تصليهم لأحفادي اه طيب اللي هي جدتها اه راحت ليلة من الطريق الى طريقين اه فأوقف عليها الذئب اه وقال لها روحي من هنا يعني روحي من الطريق هاي اه اريح لك واسرع لك اه فردت عليه ليلة اه ردت عليه ليلة اه اه فردت عليه ليلة وقالت له انه من هذه الطريقة اسرع اه عن الطريق مش تعتزئب فقالت له فقال له لذئبا قال له انت شو معرفت يا صبيته روحي اخواننا امروح اه والله معاك فاهم اذا بشوفي والله اكمل لك القصة تكمل لمن تصور فقالت له ليلة اه اخبرتني ستي انه هذه الطريقة اسرع فقال لها اه قال لها انه انت شو معرفت اه هذه غابتي اه فقالت له الغابة ملكها الاسد اه فقالت عليه ليلة وراحت على الطريق ثم اتجهت الى الطريق ورجعت لو ايه 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 اخرش القصة بس قللي بسرعة بسرعة حكيلي ايه سار اخر اشي اذا بدقيقة يا سامي احنا بدناش القصة بطلب نياه والله انا نيابة خلان هم بدناش القصة طب وصل الى البيت وفتحت الى ستة الهرباب فراقة الذئب وما اكله ستة اه عندك مشكلة